طيب كهربا بيسجل هدفه الاول في الزمالك مع الاهلي للمرة التانية وبيسجل محمد شريف سوريا في مرمى الزمالك في الدوري الاهلي بيحقق الفوز على الزمالك بنتيجة 3 صفر للمرة السابعة في الدوري محمد شريف بيعادل رقم الكابتن صالح سليم ورفعة الفنجيل وسيد الدزوي وعماد متعب ست اهداف مع الاهلي في مرمى الزمالك وده رقم هايل لشريف يا ريتي يا رب يبنى عليه ويكون ينافس بعد كده الارقام الكبيرة محمد هاني بيعادل رقم محمد ابو تريكا في عدد مبارياته مع الاهلي في الدوري للمرة التانية على التوالي كولر بيحقق الفوز على الزمالك الاهلي لا يخسر امام الزمالك في الدوري عندما يسجل محمد شريف شريف يعني المكسب النظيف هنا كمان كولر ليه حاجة مهمة في المباراة الكبيرة هات له حكام أجانب كويسين والبقى على الله بقى يعني يجبولو حكام أجانب في مطش القمة في السوبر اللي لقى 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 حسن السكاوي جبت له مقالته تمر حسن السكاوي في الشروع طلقات كهرباء والشريف هزت الزمالك وقال الأستاذ حسن السكاوي فازل قال على الزمالك لأنه كان الفريق الأفضل لسيما في الشوط الثاني فبعد شوط شديد الملل بدأ أنه تأسيمة أو مبرام بين فريقين صوتهم عالي يستخدمان مسدسي صوت مطط أين به مرصاص مشينك أو مسدسات مية مثل تلك التي يلعب بها الأطفال في الحديق تحول الأمر في الشوط الثاني وتحركت مجموعة من لعب الآلي في غارات استخدمت فيها الرصاص الحي وأطلقت ثلاث طلقات أصابت مرمى الزمالك كانت تلك هي المباراة باختصار لعلها واحدة من المرات القليلة التي سقطت فيها نظرية لا يمكن توقع نتيجة القمة ففي تلك المباراة كانت المؤشرات تشير إلى أن الأهل أفضل فنيا ومعنويا ده حسن السكاوي خالد ديومي في الجمهورية قال كنا نتباهى كمغتربين بمباراة القمة بين أشقائنا العرب والأفارقة وكان الحديث لا ينقطع قبل كل مباراة عن التوقعات والغيابات والفنيات ولا يخلو حديثنا من بعض الأفشات والتندر على نتيجة المباراة ومن فاز ومن خسر ولكن بعد أن تابعنا مباراة الأمس وأن كواليتي لعبين بات ضعيفا جدا رغب الأسماء والأرقام الأهل كان الأجهز فنيا ونفسيا وتحضير كولر للمباراة بشكل عام جيد جدا خاصة في الشوت الثاني وتحديدا بعد هدف كهربا شاهدنا فريقا منظما دفاعيا وهجوميا ولدى مدربه بفكرة طبقها لعبوه بإتقان يدعو لاحترام رغم الغيابات المؤثرة ووجهة نظري هناك هناك لعبون كانوا نجوما فوق العادة عبد الفتاح ورامي وحمدي وديانج وخلفهم كولر الرائع في تحضير فريقي تلخيص تلخيص كويس على فكرة كمال لازم مروان أعطية أعطية نزل ليه لحب عادي جدا مندمج منسجم متحرك خالد عبد الفتاح من النجوم الموراة بجد أنا بقول لك خالد خلاص عشاد نبيه لا خالد ده ماشاء الله لا الحمد لله وعلى فكرة من أول منزل بعد أول تمرينة كان رأي كولر لا ده جيه في معاده كويس وبكرة لا يلعب سندبات ما شاء الله ويلعب دي ويلعب دي خلاص طيب انت بقى مروان برضو تاني ماتش له على ضيق الوقت اللي بيلعبه بيشاور على نفسه طيب وبيقول إن أنا لعب عندي شخصية اي ولعب تكتيكي من طراز أول أحدث الفارخ عندما ألعب طيب الخير ومشاهد به الأستاذ محمود معروف في الجمهورية قال لعبه الأهل ولعبه الزمالك الفارق كبير وقال كل التهناء للعب وجماهير ومجلس الإدارة والجهاز الفني للنادي الأهلي وكل العزاء والموساء لجماهير الزمالك الأهلي فاز 3-0 وهي نتيجة ثقيلة لكنه يستحقها والزمالك خسر 3-0 لأن لعبيه فقدوا الانتماء والحب للفريق وقال كتير من أسباب الفوز الأستاذ محمود معروف في الجمهورية أيضا الأستاذ جمال هوليل الرأي الآخر المفاجآت سعيدة وتعيسة وبيقول جمال هوليل شق الأهلي طريقه في الدور باقتدار أوقف الزمالك وهذا هو هدفه الأول حتى يقلل نسبة المنفسة مبكرا رغم أن الدوري لا يزال طويلا وممتدا ومن الصعب حسم المنفسة من الآن حتى ولو بالكلام وبيقول السعادة لأن فوز الأهلي جاء بأقدام كهربا الذي غاب طويلا وأفردت الصحف مساحات لمشاكله مع العقوبة والفيفا حتى ظن الكثيرون أن تلك الأزمة آخر مصمار في رحيل أو اعتزال كهربا لكنه تعملق في عودته ليسجل سلاسة أهداف في مباراتين ويصنع هدفين ليقطع السنة كل من طالب باعتزاله الأهم أنه أثبت وجدد ثقة الأهل فيه وأنه يستحق الدفاع عنه فنيا في الجمهورية أيضا الأستاذ ماجد نوار السلاسية لمارسل كولر وبيقول بصراحة لم يكن يتوقع خبراء التوقعات على مستوى العالم الكروي أن تنتهي مباراة القمة بين الأهل والزمارك بالنتيجة ثلاثة صف خاصة وأن عنوانها في الشوط الأول والأداء المتواضع جدا من كل الفريقين كان يبشر بنتيجة واحدة وهي التعادل عفوا نسيت أن أذكر أن النتيجة السلاسية كانت لصالح الأهلي بتوقيع كهرباء الهدف الافتتاحي براسه وأضاف محمد شريف الذي يستحق استرداد لقبه شريف الخطير المخيف لعودته للتهديف بعد فترة غياب طويلة ويا لهم من هدفين في لقاء قمة وداخل شباك عواد تمام هي مباراة بتقودك أنك تقدر تكتب وأنت مطمئن يعني فيما تشط حيارك ناس تقولك لا والله أصل فيه فترات وتبادل الفريقين السيطرة في الفرص هنا والفرص هنا وتجد مجال يعني عدم الحز في تقييم المباراة هذه المباراة أوحد لكل المقاد الرياضيين بما يكتبوه بثقة وفي اتجاه واحد كله ترجمة نانسي قنقر